اليوم على غير ما كان منتظر خاصة بعض تصريحات جول قيادة الحزب كانت منحة دد من نواب الأصوات ومن الحكومة صوتتوا الكل 38 ضد الحكومة في قلب تونس هل هي رسالة بأن القلب تونس سيكون على رأس المعارضة في البرلمان؟ أكيد بالتصويت اللي كان موجود خلنا نقول لك فقط الانترفيو بش تكون حول المحرار متع المعارضة نحب نفهم أي معارضة فما شابيتر تعديناه توينس الكل كان فيش برشق لقل للعباد خايفين على تونس تمشي للمجهول الحمد لله خرجنا منه كان واضح من لي صح وجمع الوثيقة التعاقدية أنه ليتلاف الحكومة عنده ممكنه بش يتعدل منح الثيقة أعنا موقفنا من له كان واضح هذا هو الموقف الرسمي اللي عبرنا عليه أنه قطة تونس تكون في المعارضة معارضة سياسية لحكومة ما شاركنيش فيها وما شاركنيش في المشاورات المتاح معارضة سياسية لبرنامجة بتعامل الحكومة غير واضح ونجمونا نحكيه فيه ولتركيبة وتوجهات نعتبروها لا تتماشى لا مع المرحلة العيشة تونس دو ولا مع التوجهات قلب قدس دونك واضح المعارضة هي معارضة سياسية مبدئية حتى للبيانة الحكومة للياس الفخفاخ شنو أراكم فيه لبين الحكومة للياس الفخفاخ؟ أنا قلت في البرلمان اللي خمسين دقيقة بقيت نسمع بنتي به وحبيت ناخذ فكرة موضوعية على الكلام اللي قالوا سياس الفخفاخ الحق تعربي نلقاه بايد ياسر على الانتظارات المرحلة الحالية شفت أنتم بسمعكم بكري تحكيوا أنت وسيا عمد الخمير يتحكيوا على اللي صار في تونس 2012-2013 كانت ناس تنبه في الحكومة أنه ماشي في طريق الغالط من 2012 هاي المشكلة شنو أليس أحنا ما فيناش شكون دجاء عمل السياسة في دولة ديمقراطية وجيل تونس محترف يخدم فيها كلنا كاتوين سنتعلم واش معناها ما صار انتقال ديمقراطي بي أنا ما نفهموش ما نش فهمين أصلا شنو يزبنا نعملوا كالمرحلة الثانية والثالثة باش نبنوا ديمقراطية تسع سنين غلطنا فيهم الغالطة هذي أهملنا جانب كبير اللي أن الناس ماشي في بينهم الديمقراطية انتخابات ماشي في بينهم حرية تعبير ماشي في بينهم حزاب سياسية وجمعيات كل هذا مهم ولكن إذا كان ما تترجمش الديمقراطية في الميدان وتعطي للعباد نفس جديد أنت بيهي دينك تدوري تتكلموا عنك حرية تعبير أما زيدي بيهي يجيبك سخون وتسافر وعندك عربة وعنده داعك كنا نبهو نقول وراو المشاكل الهيكلية التي بنتها لها الثورة التونسية لم يزلت موجود وراهي قاعدة تتأزم تتصرف شوي وراهي وضعية التواصل قاعدة تتدهور شوي وصلنا للمرحلة اللي بريسكو اللي إذا في وضعية حارجة جد تأول عشو نقوله الخطاب اللي سمعناه رجعي 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 بيش بالمعنى بالمعنى متع التطور الديمقراطي كله مبني على إشكاليات الماضي وعركات السياسية انت على الماضي وتشكولات الماضي عرفتك أنا نذكر مرة في تزاير واحد كان مستشار في الرئيسة الجزائري يكون تقدم عادي قل لي كلمة بقت في مخي استغربتها قلتوا أنتم تزاير نهار كامل كي تبدو في الديسكور متاعكم تبدو وثورت واحد نوفمبر قل لي أصبر هكما عملت وثورت وتشوف قديش هذيك تأثر فيكم تطبقوا ديما عندكم مخرجة للثور بالفعل احنا في تونس الحكومة هذي قال لي أريريست أريريست على خاطر في التوجهات اللي قدمتها الحكومة بعطت ناشي شنو الخطوات المستقبلية بعطت ناشي شنو الأشكاليات اللي بيش تحلهم أنا قلت بعضها احنا توا نعملوا في نظام ديمقراطي نفرقوا في السلطاء جينا للسيد الرئيس الجمهوري عطيناها 3.4.000 حرس رئيسي وعطيناها 120 مليار وعطيناها صلاحيات جينا للمربمان عطيناها صلاحيات وعطيناها ترفسوفة جينا للحكومة عطيناها 47.000 مليار الله أعلم بينا كيفاش لمينه سلطنا العباد الكل باش لمينهما ك7.000 مليار وعطينا 600.000 موظف يسي ليس قلنا شو مش تعمل به نقطة الأول نقطة الثانية احنا في تونس راني كنا عارفين المشاكل اللي عن عنا أربع مشاكل هيكلية قاعدة تنخر فينا في البلاد مش كلولين اللي عن عنا تفاوض جهة عنا 12 ولاية فارغة تعبة فقيرة وطارش الياسكي يولد واحد في القصري عنده واحد في المية شانس انه ياخذ شهادة وياخوه خدمة عاكي تحسب على مية صغير في القصريين ولده وخاوك تتبع فيهم تلقى واحد فيهم في اللخر يوصل بار كونتر في ولاية أخرى نصف 20 و20 و20 وهذا كاليش قامت عنا ثورة لحنا في تونس ما تبقاش تقول لي راو سيحمد بن صالح كان غالط والحبيب بورقيبة وسيل هادي نويرة في قانون الثينة صاحبين علش نقول لك الفكرة الرجائية تقش تحللي في اللي صارو تحمل في المسؤوليات العباد ماتوا ومشاوا على أرواحهم الناس ما فيه في البرلمان واحد يمجد في بورقيبة الاخري مجد في الثورة الاخري مجد ابن علي اي وان بعد المشكلة الثانية مش كمشي مجدة وينس مش بينس يعطيني شنو تحب تمشي لقدام المشكلة الهيكلة الثانية اللي عنا في تونس هو مشكل متعلق بالهيكلة الديمغرافية احنا بلاد ستين في المية متعنا شباب وبلادنا لا توفر فرص للشباب ولداتنا من الثمنتاش للخمسة وعشرين سنة سورتو عايشين ظروف خاص يا برش يا تقلت لهم يا الحرقة يا الدخان يا الزطلة يا متعشين في الشار يا الشراب اعترفوا به ان نحنا دولة لا تخلق فرص بالنسبة للشباب ما يدخل واحد الحياة العملية الى في الثلاثين ما يعرس الى في الخمسة وثلاثين ما ينجم يعمل كارير الى في الخمسة واربين كبر صيام عاج في العالم العباد تتخرج وتخدف الثينة وعشرين سنة هذا الحكومة ما جاوبتناش عليه المسألة الثالث عنا نص السكان اللي هم انسال وتونس الكل نعرفوا انه فما مشكل يخلصوا اقل يملكوا اقل الاراث خارجين مستركوين تعقيادات والقرار جاوبنا عليه وعننا مشكل رابع كبير اللي هو مشكلة سبعة ملايين يا ام بفقير يا من بخمشة المفروض كنا ننتظروا من الحكومة في التصور اشنوه هي تونس منتاع الفين واربعة وعشرين منتاع الفين وثلاثين قالك رجعلكم البرلمان نرجعلكم البرلمان نرقم ندقق ونرجعلكم نعطيكم بالتفصيل وعمل دي تاسك فورس في قرارات سريعة تتعمل على عام سياسيين اشتفهم انت تفهم انه اعطوني الثيقة ونبعثوا نرجعلكم يعني اللي ما بنية عليش احنا نقوله من اختلفوا معنا ما بنية ما بنية الاتفاق سياسي للتصويت في البرلمان ولكن نيب يبنى برنامج فماش برنامج عمال حكومة فماش نظرة جديدة انا نعتبر انه اللي صار كان اكثر لانقاذ تونس من محاولة الدخول للفراغ ولا تمشي في الفوضى تونس وهي مسؤولية وطنية واحنا كونا بنا كم وفقين على شمع انت حكومة عدم حل البرلمان قاد تقول لي اكثر بالدسكور اللي اسم معناه والوضعية اللي تحطينا فيها هي كانت حكومة سياسية تشكلت من احزاب سياسية غلطتهم انه ما تفقوش على شنو مش يعملوا بالضبط شنو برنامجه ولكن كمشاوا للبرلمان مشاوا بتوافق سياسي بتوافق سياسي عابير موسي تقول بفساد سياسي مفقينة ومولا لا اخذ لان كلمة الفساد انا ما نحبش نستعملها برشا الناس الكل في اللي خطوالي فيزدين نرى شنو نتفق فيه مع عابير موسي انه الحكومة على خاطر عاودة شكل تشكلت من رحم الفشل اللي كان موجود من رحم حكم تشاد من رحم حكم تشاد ونف خي احنا طبعا طلعا ثلاثة سنين ونحنا نحكيوا عن الفشل في تونس اللي موجود اللي في حكومة تأخذوا حركة ناظر يوسف الشيه على رأسها يوسف الشيه وكنا قلنا رأي هذه حكومة بتاع فشل عاودة تشكلت 70% الحكومة الحالية من رحم الفشل وحبينا نسمو سيدي اسفق فيه يقولنا شنو الفرق بينه وبين حكومة يوسف الشيه شنو الأخطاء اللي كان يشوفهم وشو مش صلحهم غير قادر ليس فق فيه خانو يقولوا على خاطر يوسف الشيه دي مساح معاه هو برشا حاجات ما قيلهمش لأنه الأطراف مساحة معاه ملف الجهاز السري ما حابش يذكروا لأنه فيه إحراش ملف المؤسسات العمومين ما ذكروش لأنه فيه إحراش ملف مراجعة التعيينات ما ذكروش فيه إحراش ملف في اغتيال شكري بالعيد البرهبين ما ذكروش ولكن هذه ملفات محطوطة على الطاولة في تونس وهذه ملفات إذا كان نهار أنتم تكونوا في الحكم تحطوها على الطاولة هي موجودة ما كيف تنحاها راوليس نهنيك أنا كما قلت جرح صالح بن يوسف جرح صالح بن يوسف بتاع الستينات لازالة ينخر في تونس بس زالة التوى فما عباد تعتبر فما اختلافات على المسألة التعلق مع عركة برقية وزارة بن يوسف معناها مسألة شكري بالعيد والبرهبين مش متنحها راول من تونس مسألة متعلقة مثلاً سياسيين بالتعيينات أنت ما تحب ترضي الحلفائك مع يوسف الشهد ما تذكرش في الديسكورتائك براجعة التعيينات اللي هو مطلب شعبي وسياسي ما تذكرش المسألة متاع الجهاز السري يا أخويا احنا في تونس روح حشدنا باش ناغلوا الابي سوسيال أنه نعرف مقال هاته القضايا وما نعرف مقال مسألة التعيينات اللي تعمل في البلاد خطر فيها ذرار كبيرة على الدولة التونسية فيه ترضيات في الخطاء عدم وضوح وفكر رجعي أكثر كنتم مستعدين تدخلوا لها الحكومة احنا كنا مستعدين نتشاور مع الحكومة نتشاور مع الحكومة مبدأ التشاور قبلناه ورفضنا السلوك الإقصائي مش منخرج من الحكومة نعم سلوك تعدول سيد رئيس الجمهور يشد نزر ياساس تقبل لحزيب السياسي كل حبيب الجملي شد ما تفهمين ما تفهمين ما تفهمين لكن ما نحبش نعمل كمكوان أساسي كنتم بشتحطوا الملفات هذه على التاولة مو هذي كراهات زادة الائتلاف الحكومة اليوم حتمل لي كي سويا سويا من الدرج زادة ليه مش نزيدوش على بعض ليه من زيدوش على بعض احنا انا نحكي لك انتظاري كمواطن وكسياسي انه تدريجيا تتشكل الحكومات قاعدة تهز في مسار ديمقراطي ثبت من ارتحنا معنا هيئة ومريقلين هنستنى في حكومة تتعامل مع المعارضة ومع مع معارضيها مش كي ما تتعامل بن علي بنحاليهم ليكوت بتستعملش الداخلية في جورتهم متخدمش المختصة وراهم نحن تخدم معهم بنفس القيم ونفس المبادلة على المساواة في طالبات العروض مش هذين متعفلين ومتعفلتين هذي المرحلة للأسولة جديدة اعطيني حكومة فاهمة انه راوي يجب من نطلع بشور شوي حتى الكلام هذا اللي كنت تقولي فيه شنو الأدلة عليه شنو الأدلة عليه مثلا انتم هاول قولك فصل ستين من الدستور المعارضة المكاول الأساسي في مجلس نواب الشعب لها حقها الذي يمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفعلة في كل هيك المجلس وأنشطاته الداخلية والخارجية وتسند إليها وجوبا رئيسة اللجنة المكلفة بالمالية اللي انتم على رأسها كنتوا بصفة وقتية الآن بيش تاخذوها بربابلما كقوة معارضة في البرلمان وخطة مقر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية كما لها الحق كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترأس عملونا لجنة تحقيق عليزي كوترا عليزي فضل هاو دور كمعارضة باي أخصر 23 سنة وابن عليه يحكم تنسوا كل في بالهم بالخروقات فاش حيصح وغالت وساعة العباد تزيد في الحديث وكذا كمان 23 سنة شدينا بالحسن ترابلس يش اسمه عماد ترابلس عزتله ماذا وشدينا في الأخير بكلنا فاهمين وشهو اللي موجود كيف كيف راو بالنسبة كنقول لك أنا راو الناس عايشة حالا تقلقى لخطر فما تستعمل لوسائل الدولة ضد المعارضين نعرفوه نعرفوه في الفترة كما طالبت البارح أنا تصير لجنة من الخبارات والأسادة الكبارين لتقييم انتخابات 2019 حتى صارت فيها بشرة مخالفات صارت فيها بشرة لغوطات احنا موطة وصير احنا من الانتخابات وسيريا تشد بلاسة المتاع هات ما نبقوش في نفس ستراس ليلة صال الله نعمل وطاو نجنة تخدم ستة شهور تعطينا تقرير تعطينا قراءة سياسية قانونية اجتماعية على الوضع اللي صارت فيها في خبرة 19 جاء وقيت عن وزير داخلية جديد عن وزير داخلية جديد مش نتعامل معها بالنفس المنطق هذا وزارة الداخلية تطلب إعادة هيكلة الأمنيين كيتحكي معاهم يقولك هذا ما عندي بنام العرفي هو حيدها الفخفاخ حيدها فيش حتى غير كان حتى عادي شيء مشوفراتي محايدة تعالش معناها وزارة الداخلية معناها أنا نجمع معطيات الكول نصبهم الكل لليس البرح سهر في البلاسة الفلانية حاتم شيل رستورو الفلاني هذي جعل البلاسة الفلانية شنو المشكل سؤال المطروع عنه في تونس أنا حكيت مع قيادة أمنيين يقولك شو مشكل أنا يجب نعطيها العرفي مع نوعية ذيك نحطها على ذمة عرفي عطروق القانون ذاك عرفي ناتيران اش عمل بها عرفي بس هلله يجب نحلقو ضرابط جديدة انه منستعملوش وسائل الدولة وهذا موضوع أنا نعتبر مشوانت الكبار اللي مش نخدمو عليهم نحنا في المعارضة اللي هو مسئلة وزارة الداخلية كيفش تخدم وزارة الداخلية اللي يتلقى المعلومة شكون وكيفش يستعملها وكيفش نجمو ثبته منستعماله صحيح لها ولي موجود يعني بنيو بشوية بشوية سلوك ديمقراطي جديد ما نحكي لكش عن ملفات الاقتصادية ذيك شوانت كبيرة موجود احنا كمعارضة شنو معناه عن ديقراني كمعارضة شنو معناه يعني مش نجيو طوفي المعارضة بتاع الحكوم لا مش نحرق لك عجل ولا مش نشعل لك الدخان ولا مش نعمل لك بشاكل في الموضوع ذيك الاحتجاجات ذيك عند المنظمات المجتمع المدين وعند المواطنين وعند النقابات الموجودين احنا كحزب سياسي موجود انت كحكومة في العالم الكل ديما الحكومة مش توريك البرتين اللي نتعب كياس المليان انا كمعارضة مش نوريك البرتين مش نوصل لك صوت اللي انت حبيت ما يشتتسمعه مش نوصل لك الحقيقة اللي انت تحب تغتيها مش نبين لك دي انجازاتك خطر مفهم ديما واحد كل الانجازات ومعيش ديما مريقلة مش نبين للمواطنين انه كان ممكن ان نفعله افضل وهاي مواطن الخلل في العمل الحكوم وهي الاخطاء التي ترتكب فيها الحكوم بناتنا السراع السياسي اليوم انت في السلطة قد ونجم مكون انا في السلطة تحترمني ونحترمك ناخد موعد بعضنا انا عندي دوري وانت عندك دوري فما وثيقة مهمة كل عام نقعد عليها على الطاولة ملي هي الميزانية متاعك وقت اللي مش نقعد على الميزانية متاعك مانيش مش نبلوكيك انا اما لا الوثيقة هذيك اللي فاها شنو ونوة تعمل دوري كيفش بتصرف وقتها مش نتفقوا فاها الوضعية ديك ما عند ذلك مش يبقى بناتنا الخلاف السياسي خلاف السياسي في المنابر الاعلامية في التوجهات في الليكوفيراس في كل شيء مش نقولك حكومتك سي حاتم الى حد الان هذا وضع سليم من هنيك علي خطر قلته بيوضوح لكن العديد يتحط على اسقاط الحكومة في وضعون 10 والعديد يتكلم على انه الحزام هاش وانه اذا كان الحزام هاش ينفجر من الداخل اما ستكون المعارضة بالمرصاد حتى تنفخ على كل النيران الصديقة الممكنة وتترصد بهذه الحكومة وانه اللي تحكيه برشا في السيناريوات والسيناريو البديل هو النهضة قلب تونس بأرياحية وياخوية طاح الكف على ذله وهوكا حاولنا وهوكا منعنا البرلمان اما اليوم حاشنا بيع احنا ذي قلب تونس نهضة وخلينا حكمه مرتاحية اولا اي شخص يفكر بالطريقة هذه انا في مخي يعتبر يخون في الوطن المتاعه لانه مطلب الاستقرار الحكومي ومطلب الاستقرار التشريعي هو مطلب لكل المنظمات المالية الدولية اللي قاعدة تتعامل معا ثانيا هو مطلب لكل الاستثمارات الخارجية والداخلية الاستقرار الحكومي هو نقطة الضعف متاع تونس خلال التسعة سنوات اللي فاتوا الكل ويطلع في كل التقارير الدولية ويطلع في السكورينج متاع تونس عند فيتش وعند موديز وعند الناس الكل انه دولة تونسية ما عندهاش استقرار سياسي وما عندهاش استقرار قانوني شيء يخلي الاستثمارات ما تجد مش تمشي فيها منطق هذا متاع نعديه بيه وتونبعد دعم له حكومة اخرى انا في تقديري يعتبر مساس بالامن القومي متاع البلاد الحكومات تسقط وقتاش تسقط اذا كان ثم احتجاجات كبيرة في الشارع على نسبة رضا متدنية على اداء الحكومة تستقيل هي برجولية واحد تقول انا فشلت باش نحقق النابات ولا المعارضة تقولها هيا ولا المعارضة تدفعها انه تستقيل ولا الائتلاف اللي موجود تصير فيه امبلوزيوم من داخل احنا مضى بنا وهذا ندال السيسيين يتعاملوا بمسؤولية مع الموضوع هذا ويتعاملوا الناس اللي في التركيبة الحكومية وفي نفس الوقت يقروا بفشلهم ان فشلوا واذا كان نجح مبروك عليهم مبروك على تونس مسئلة الاستقرار الحكومي مسألة هامة جدا انا نعتبرها مسألة وطنية هامة جدا نجح بتجيب لك برشة استثمارات نجح بتجيب لك برشة فلوس نجح بترجعك للتصنيفات العالمية تربح تونس تربح تونس برشة حاجات حتى لو كان أداء الحكومة متوسط لهنا السؤال زادة كذلك حول الآن مشهد المعارضة هل تعتبر انه قلب تونس والدستوري الحر يمكن انه يصير تقاطع بناتهم وانه يصير اقتراب وانه الاقتراب هذا هو اقتراب استراتيجي لمعارضة ستتكلم بصوت واحد هل هي قادرة ام لا اليوم السؤال هل ستكون معارضة قلب تونس وحدها ومعارضة الدستوري الحر وحدها وإلا التقارب ممكن خلينا نوضح الفرق بيننا وبين الدستوري الحر فمبارشة مساحات مشتركة تتعلق بمدنيت الدولة تتعلق بالدولة الوطنية تتعلق بمكاسب الجمهورية لولا تتعلق بضرورة الاستمرار في شيء هذك ولكن احنا رأنا ما نشبنين فكرنا على خلفية انه تجربة برقيبة ناجحة بكلها ولا تجربة بن علي ناجحة بكلها فما مواطن خلل تحص المسألة الديمقراطية تحص المسألة الاجتماعية تحص توزيع الثروات وثما برشة اشكاليات في المتعب طالة ومتع تفاوض جهو جاية من المرحلة هذك لونك احنا ما نشفي الفكر اللي توجه الارياليست احنا نخذروا البلاد جديدة ناجحة بتولي منطورة ومودير فما حاجات نتفقوا فيهم وصوتنا مرات مع بعضنا احدى والدستوري الحر ايه ما مش بالتفاق ولا تنسيق مش بالتنسيق ايه هذا هو احنا رأيك على هل امكانية التنسيق موجودة احنا بالنسبان في يونس كلنا مش نكتشفو المعارضة الجديدة انا مجربنا هاشا قبل مع الترويكا ما كانش تم حجم مع معارضة يسمى هلا بالوعدة بعد مع سيل بيجي وصير عاشد وقت لعمل الاتفاق ما قاعدتش المعارضة بقاعد صوت المعارضة الوحيد تعال جبه الشعبية اللي هو برلمانين ضعيف نجم يكون فكرية قوية ولكن برلمانين ضعيف اليوم مش نكتشفو حاجة جديدة في البلد اللي هو كتلة نيابية كبيرة فيها ثمانية وثلاثين ممكن تلتحق بها بيت نجم تنسق مع كتلة نيابية موجودة في المعارضة نجم تتفق مش نكتشفو وش معناها ضغط المعارضة على الحكومة في كل الحالات حاجتكم بحجم وزن داخل البرلمان حاجتك بحجم وزن حاجتك بحجم وزن وحاجتك زادة حتى في وسط البرلمان التأثير على الكتلة الموجودة في السلطة في حالات معاينة هل سيطرح الاقتراب للتنسيق مع دستوري الحر؟ هو يطرح في البرلمان التنسيق البرلمان مش يطرح بتبيعته مش يطرح في البواق مش يطرح بشيب شوي أما بش نقولك توافهم مبادرة سياسية هذه كانت تتخذها حزب قلب تونس كحزب سياسي في الهيئة كلمتاعة إذا كانت توجهم يمشي للتنسيق في المواقف مع الحزب الدستوري الحر ولكن الآن نشوف من ناحية المبدئية عمليا في البرلمان أول مرة مش نكتشفوا تجربة متعامة معارضة متانوية كبيرة ثقل متاحها كبير قدام حكومة مكوناتها إلى حد ما ما زال موضحش التجانس متاعها دوق مش نعيش وما رحلة تتشكل فيها المعارضة واذا ما كسب به الكونس راب إذا كان السلطة والمعارضة يتقاسموا الأدوار متاحهم كوريكتوبا فالأخر كل ما نجمونا كانت الوارحين الناس الكل